يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المرؤة وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون الحمد لله حمدا لانقطاع لراتبه ولا إقلاع لسحائبه بسط على عباده عوارف المنا وصرف عنهم غوائل الفتن قدر فهدا وأعطى كل شيء خلقه ثم هدا جعل العلم إلى جناته سبيلا وإلى مرضاته دليلا لك الحمد يا رب حمدا كثيرا جلائل نعماك ليست تعد وما لجميل عطائك حد وأنزلت هذا الكتاب المجيدا مثاني يغز الفضاء البعيدا على لحني لعذب تهم الدموع ونور المليك يعم الوجودا ويعلو ولا شيء يعلو عليه يجوب العصور ويبقى جديدا وخير الصلاة على من أتى يرد عن الكون ليلا عتى فهد بقرآن رب العبادي بناء ضلال وصرح فسادي فكان اعتلاء وكان ارتقاء وكان صباح جميل ضياء اللهم إني أعوذ بك من العي والحصر كما أعوذ بك من السلاطة والهذر وأعوذ بك من التكلف لما لا أحسن كما أعوذ بك من العجب بما أحسن أعذني ربي من حصر وعي ومن نفس أعالجها علاجا ومن عجب أتيه به غرورا وخوف يملأ النفس اختلاجا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون عباد الله إن المتأمل في تاريخ الأمم والسيادات وتعاقب الأمجاد والحضارات يلفي فيها ركنا ركينة وقطبا متينا من أقطابها يعد من أهم ثوابتها وسببا لعزها وقيامها ذلكم هو لسانها ولغتها ولقد من الله علينا بأفصح لسان وأبلغ بيان من علينا باللغة العربية لغة القرآن والسنة هي شعار الدين ووعاؤه فالقرآن لا يقرأ كما أنذله الله تعالى إلا بالعربية ولا يتعبد بتلاوته إلا بها قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون والعربية هي لغة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم تميزت هذه اللغة بأنها أغنى اللغات بالمفردات والمترادفات لها عذوبة في اللفظ ونغم في النطق وجمال في الحديث هي أثر اللغات التي فيها تنبعث التراكيب المختلفة للكلمات من الأفعال نفسها بثراء منقطع النظير وقوة عجيبة يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عنها بأنها أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا ولها مكانتها العظمى في هذا الدين يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المرؤة ورحم الله سلفنا الصالح الذين كانوا يعتنون بها ويعاقبون صغارهم على اللحن بها ويكافئونهم على الفصاحة والبيان روي أن كاتبا كتب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه خطابا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فبدأه بقوله من أبو موسى فكتب إليه عمر أن اضربه صوتا واستبدله بغيره لأن الواجب علي أن يكتب من أبي موسى وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول ربما دعوت فلحمت يعني أنه ربما أخطأ في عدم دعائه بالفصحة فأخاف أن لا يستجاب لي وسمع الأعمش رجلا يلحن في كلامه أن يخطأ في الفصاحة فقال من الذي يتكلم وقلبي منه يتألم وكان أيوب السختياني رحمه الله تعالى إذا لحن استغفر الله عباد الله ليس شرطا أن نكون كلنا من أعلام اللغة والفصاحة والبيان ولكننا نريد أن نتعلم من لغتنا ما يحفظ هويتنا ويعيننا على تدبر كتاب الله وتذوق ألفاظه وفهم معانيه وفهم الصنة النبوية وذلك لأجل تطبيقهما والعمل والتعلق بهما فيجب على أهل الإسلام تعلم هذه اللغة العظيمة وأن يعلموها أبناءهم كما كان سلفهم فبها يعرف المسلم عقيدته ودينه والحق والباطل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويقول رحمه الله تعالى ومعلوم أن تعلم العربية وتعليمها فرض على الكفاية وقد عبر الشاطبي رحمه الله تعالى عن هذا المعنى بقوله إن الشريعة عربية وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم كما يجب علينا معاشر المؤمنين أن نعي مكر أعدائنا بنا وبلغتنا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يقول قائلهم إننا لن ننتصر على المسلمين ما دام يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية فيجب أن نزيل القرآن من وجوههم ونقتلع العربية من ألسنتهم إخوة الإيمان مع ضعف العداية باللغة العربية من أبنائها ومع التحديات التي تواجهها فإنها ستبقى شامخة شموخ الجبال محفوظة بحفظ الله لكتابه الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فليكن لنا شرف في ذلك بتعلمها وتعليمها عباد الله ما أعظم هذه اللغة العربية التي نزل القرآن الكريم بها حق لنا أن نفخر بها وأن نتمسك بها ونعض عليها بالنواجد ورحم الله من قال على لسانها واقتبس من بيانها وهدى الله من ظن أنها لا تستوعب مصطلحات الحضارة وهي تقول على لسان شاعرها حافظ إبراهيم وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل سأل الغواص عن صدفاتي ويقول أنيب العربية الكبير مصطفى صادق الرافع ما ذلت لغة شعب إلا ذل ولن حطت إلا كان أمرها في ذهاب وإدبار وقد قال ابن خلدون قديما وهو يذكر وقائع المجتمعات إن الأمة المغلوبة تتبع الأمة الغالبة في كثير من أحوالها حتى في ذيها ولبسها وطعامها وهيئتها وكلامها ولغتها إخوة الإسلام إن قضية اللغة العربية قضية دين وإسلام وهي لنا ولغيرنا قضية هوية وتاريخ وثقافة وحضارة وإن في إهمالنا لها خطر عظيمة وخاصة في مجال التعليم ومجال الأعمال والتوظيف والسؤال الذي يطرح نفسه في الختام ماذا يجب علينا نحن؟ والجواب أولاً استشعار تقصيرنا تجاه لغتنا لغة القرآن والسنة واستشعار ما يفوتنا بسبب ذلك من فهم وتدبر وتعظيم وعمل بآيات كتاب الله واستشعار ما يفوتنا من استماع وتغن وتطيل بالقرآن واستشعار ما يفوتنا من فهم وانتفاع بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك واستشعار السبب ما يعانيه الكثير من ثقل في القراءة والفهم وذلك أن الإحساس والاعتراف بالخطأ والتقصير هو بداية التصحيح وهو دافع للعمل ثانياً العناية بأجيالنا عماد نهضة أمتنا من خلال تعليمهم الإتقان في تلاوة القرآن فإن ذلك من أعظم الأسباب المقوية لفصاحتهم بلغتهم وهو الطريق لإحياء قلوبهم ثالثاً العناية بتعليم اللغة العربية وقواعدها لأبنائنا ومذاكرتها معهم وإننا نرى من الواقع استجلاب البيوت لمدرس اللغة الإنجليزية وغيرها لتقوية الأبناء فيها وربما البعض يسجل أبناءه في المعاهد التعليمية لأجل ذلك لا اعتراض على ذلك لأننا في واقع جعلنا بحاجة إلى تعلم غير لغتنا وإنما نقول لماذا لا يكون لنا مثل هذا الاهتمام لأبنائنا حتى يحسنوا لغتهم وقراءتهم للقرآن وفهمهم للدين رابعاً قيام إخواننا الأجلاء المعلمين بالأمانة التي حملوها تجاه طلابهم وأن يجتهدوا في تعليمها وتسهيلها وتحبيبهم فيها ويحتثموا في ذلك الأجر من الله تعالى اللهم زدنا حباً للغة القرآن والسنة وأعنا على المحافظة عليها وارزقنا فهم كتابك والعمل به يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وهدى وتوفيقاً سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك شكراً للمشاهدة